بسم الله الرحمن الرحيم أبنائي وبناتي تلاميذ الصف الرابع الابتدائي أهلا بيكم وسهلا في درس جديد من دروس مادة الدراسات الاجتماعية هنحل إن شاء الله تعالى اختبارات سلاح التلميذ العامة على الفص الدراسي الثاني هنحل إن شاء الله الاختبار الأول مدعوكم لعمل سبسكرايب أو اشتراك على القناة مع تفعيل زر الجرس لكي يصلكم كل جديد السؤال الرقم 1 أكمل العبارات الأتية مستخدما بنك الكلمات اليونسكو الدولة الحديثة الرومان الهكسوس هنحل بهم إن شاء الله الثلاث نقاط دولة رقم 1 تعد حدشبسوت اللي هي الملكة حدشبسوت من أشهر ملكات مصر في عهد مين؟ طبعا دي تمثال الملكة حدشبسوت يبقى قوله إيه في الدولة الحديثة السؤال الرقم 2 تم تخصيص يوم عالمي للتوعية بحماية التراث الوطني برعاية منظمة مين؟ اليونسكو سؤال رقم 3 عرف المصر القديم العربيات الحربية بعد تعرض مصر لغزو طبعا إحنا عارفين إن الهكسوس غزو مصر ومن خلال الهكسوس طبعا المصريين عرفوا إزاي يستخدموا العجلات الحربية الإجابة الهكسوس سؤال رقم 2 أكتب كلمة صواب أمام العبارة الصحيحة وكلمة خطأ أمام العبارة غير الصحيحة رقم 1 يعد معبد أبو سنبل الكبير من مناطق التراث العالمي طبعا حبيبي هذي العبارة إيه؟ صحيحة سؤال رقم 2 يفضل استخدام ضوء الكاميرا اللي هو الفلاش عند التصوير في المناطق الأسرية هل ينفع أننا أصور باستخدام ضوء الكاميرا اللي هي الفلاش في أي منطقة سرية؟ طبعا أقول له إيه؟ طبعا خطأ السؤال رقم 3 يشير الصورة المقابلة إلى المطعم وهي من علامات المرور الإلزامية طبعا فعلا دي بتشير إلى إيه؟ بتشير إلى المطعم لكن ليست من علامات المرور الإلزامية ولكنها من علامات المرور الإرشادية وبإذن العبارة خطأ السؤال رقم 4 يوسل مجلس النواب والشيوخ السلطة التشريعية في مصر يعني هما اللي بيشرعوا القوانين صح أو الغلط؟ هذه العبارة صوب ننتقل السؤال رقم 3 اختر الإجابة الصحيحة مما بين القوسين 1 يريد صديقك الاستمتاع بالأهان المرتبطة بآلة السمسمية لذا عليه التوجه لمدينة 2 أسيوت بنسويف الجيزة بورسعي طبعاً آلة السمسمية دي موجودة على مدن إيه؟ أو في مدن القناة اللي هي السويس والإسماعيلية وبورسعيد يبقى إذن أنا أختار له مين؟ أختار له بورسعيد سؤال رقم 2 تقل نسبة الأمية في محافظة طبعاً إحنا عارفين إن أعلى نسبة أمية في محافظة المينيا ثم بعد ذلك داني سويف لكن إحنا بنقول تقل يبقى إذن أنا أقول له مين؟ البحر الأحمر تقل نسبة الأمية في محافظة البحر الأحمر رقم 3 زيارتك لمكتبة الإسكندرية تعد سياحة إيه؟ سياحة علاجية أو سياحة ثقافية أو ترفية أو مهرجانية؟ طبعاً أنا أقول له سياحة ثقافية رقم 4 أمام خريطة صماء لمصر لاحظها ثم أجب يوجد في المحافظة رقم 1 برج إيفل هنا هو دي المحافظة رقم 1 اللي هي محافظة القاهرة طبعا برج إيفل غلط يبقى المفروض أقول لبرج القاهرة رقم 2 ميناء نقط طبعا عندي هنا ده ده ميناء مين؟ ميناء دمياط رقم 3 مدينة اللي هنا هو عند مين؟ عند خليج العقبة أقول له مدينة مين؟ طبعا مدينة مين؟ مدينة طابة السئل رقم 5 أجب عما يلي 1 قارن بين سلبيات وإيجابيات شبكة الإنترنت إيه هي السلبيات وإيه هي الإيجابيات؟ بين اللي موجودة في شبكة الإنترنت بالنسبة للسلبيات أول حاجة إهضار الكثير من الوقت ده بيؤدي إلى أهمال ممارسة الهويات المفيدة طبعا رقم 2 رقم 2 التباعد بين أفراد أفراد الأسرة أما الإيجابيات رقم 1 جعل العالم قرية صغيرة 2 سرعة الحصول على إيه؟ على المعلومات يعني مسهل جدا أنك تحصل على أي معلومة رقم 3 إيه هو البحث عن فرص إيه؟ عمل مناسبة السؤال رقم 2 ما رأيك في الموقف التالي؟ شخص يريد إن جايب الكثير من الأطفال بحجة أنهم سند في الحياة واحد عايز يجيب أطفال كتير عشان يبقوا سند في الحياة هل ده صحيح ولا غير صحيح؟ طبعا ده موقف غير إيه؟ غير صحيح المفروض طبعا يعمل إيه؟ يعمل تنظيم للأسرة بكده حبيبي ننتهي من حل الاختبارات الاختبار الأول من اختبارات سلاحة ميز العامة على الفصل الدرس الثاني صفحة 246 بتمنى عمل سبسكرايب أو اشتراك على القناة مع تفعيل زر الجرس لكي يصلكم كل جديد وإلى اللقاء والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة